في ضرف اقتصادي صعب انطلقت بالجزائر العاصمة أشغال ثلاثية التاسعة عشر الاستثنائية حيث ناقش الأطراف العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها النموذج الاقتصادي الجديد والذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال ومحاربة البروقاتية على مدى ثلاث سنوات مقبلة نموذج النمو المعروض على الثلاثية والتمثل في مقاربة واضحة ومبنية على إجماع إلى سنة 2019 وبأفاق 2030 كما يتضمن النموذج إجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية دون أعباء اقتصادية إضافية ولإصلاح الجباية وجعل الميزانية في خدمة النمو والتقدم البشري المستديم سلال اعتبر النموذج الاقتصادي الجديد الذي اقترحته الحكومة تأكيدا على تمسك الجزائر بالنمو في ظل السياق الاقتصادي الصعب وذلك من خلال تشجيع الاستثمار خارج المحروقات وتطوير المؤسسة الوطنية وترقية التشغيل الجزائر متمسكة بالنموذج السياسي والاجتماعي الذي بنته منذ الاستقلال ولن تتراجع عنه تحت أي ظرف يريد الجزائريون أن تبقى دولتهم سيدة في قرارها ومتضامنا مع الضعفاء والمحتجين علينا أخواتي إخواني أن نتحرك جميعا لمواصلة تحول اقتصادنا إلى خلق الثروة ومناصب العمل هذا وينتدر أن تتوج أشغال الثلاثية بالعديد من التوصيات التي تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة اشتركوا في القناة